بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم ما زلنا بنتابع تحليل الدوجونز طبعا أحد الإخوة قال إن هو تم ضرب اللستوب الخاص بالدوجونز أجماعة إحنا بنتكلم بشكل سابت وواضح وجود كامل شمعة افتتاح وإغلاق أسفل 31790 ده إقاف الخسارة بالنسبة لك أقولها أكتر من مرة وجود كامل شمعة في جسم شمعة هنا في جسم شمعة هنا هل يوجد هنا جسم شمعة مفيش جسم شمعة هم مجرد لبس 31790 اتفضل اشتري عند 31790 ممكن يكون ضربها لك بقى كرقم لكن ما ضربهاش كإقاف خسارة يعني هو ضربها كرقم أنا مقصد شيء كرقم أنا أقصد إن الرقم ده لابد من وجود كامل شمعة أسفله افتتاح وإغلاق فأنت عشان كده أنا أقولت لك إيه اعمل مئة نقطة اعمل مئتين نقطة أسفل هذا الرقم فاهم؟ يعني اعمل الإيقاف الخسارة 31700 31650 أو إحنا لو جينا عملنا على الرقم ده هتلاقي إيه 31751 تمام؟ هو ده هل إنت هتكون مثلا عامل أسفله أربعين نقطة باتكلمناش ما قلناش كده أنا قلت لك أربعين نقطة 30 نقطة 20 نقطة هتضرب تمام؟ ده الكلام اللي إحنا قلناه في المحاضرات المختلفة على الدو جونس أنا قلت لك افتتاح وإغلاق أسفل 31790 ده إيقاف خسارة زي ما إحنا قلنا هنا بيع وإحنا ليه قررنا بيع رغم إن هي ضربت ما هي ضربت هي يعني التارجت مش الضرب برضو 32582 بس أنا قلت لك إيه إحنا بنبيع هنا طالما لا يوجد كامل شمعة أعلى 32535 فهمت الحيطة ده يعني حتى في التارجت لو لمسوا مفيش كامل شمعة أنت بيتبيع عليه تمام؟ إحنا اتفقنا على كده أهو حتى التعليق أهو ضرب الستوب لا حاول ولا كهوة إلا بالله ما زبطش التحدي يا أستاذ نخسرنا أخي الكريم حتى الآن هي يوجد افتتاح وإغلاق شمعة حتى على مستوى الساعة أسفل 31790 فهو لم يضرب الستوب كما ذكرنا بالتحليق تمام؟ إيبقى علشان الناس اللي بتدخل تحديات أنت عندك النقطة دي نقطة قوية جدا ده الستوب الخاص بيك أنا جيت مثلا اشتريت عند 31900 31900 ركز معي تمام؟ 31900 ممكن ندخل بكام؟ ممكن ندخل بضلار باثنين دولار بثلاثة دولار أيا كان أعمل الستوب 200 نقطة أسفل الـ 31790 تمام؟ لكن وانا عامل الستوب بـ 200 نقطة أنا براعي إيه؟ أنا ما ديه بعمل الستوب بـ 200 نقطة علشان أتخيل وجود كامل شمعة أسفل 31790 تمام؟ لن يوجد كامل شمعة أسفل 31790 عند 31740 أو حتى 31730 الداو بيتحرك بعنف تمام؟ يعني مثلا الشمعة دي تبص هنشوف الشمعة دي المدى الخاص بها قد إيه؟ عشان نعرف أجسام الشموع 31799 اللو والهاي كام 32055 ملناش دعو باللو اللو والهاي ملناش دعو إحنا عايزين الـ open والـ close تمام؟ الـ open والـ close كام؟ انت بتتكلم في الـ 32055 إلى 31841 يبقى الـ open close الفرق منهم حوالي مثلا هنقول 190 نقط تمام؟ يبقى هو في حدود 190 نقط في حدود مثلا الـ open close هنا 31841 إلى 31913 أو شمعة بسيطة تتكلم في كام؟ تتكلم في أكتر من 70 نقط تتكلم في أكتر من 70 نقط تمام؟ فانت حتى لو عملت إلى 70 نقط 31990 بقوة تمام؟ علشان كده ما تعملوش stop بقريب أبدا تمام؟ فانت هتعمل 100 نقط دخلت بتلاتة دولار التلاتة دولار دولار مثلا في حساب مثلا بـ 50 ألف التلاتة دولار تحركوا معاك 100 بيب 200 بيب زي ما تحركوا دلوقتي يعني هما دلوقتي تحركوا بحيث اللي انت ايه الشروة زي ما بقولوا اللي بعد كده انت هتربح 50 نقطة 100 نقط يعني احنا مثلا اهو بدأنا نتأكد من بداية صعود جديد للداو خلاص انا هتقل عند 31.950 وزود لكن انا بالقور من 31.790 انا بشتري وبقوة تمام؟ ليه الرزق الخاص بي كل ما يعلى الداو كل ما الرزق يزيد يعني وانت بتشتري مثلا عند 31 هو يصعد مثلا دلوقتي عند 32.000 تمام؟ الرزق ايه الرزق هنا زاد من 32.000 الى كام الى 31.800 زائد بلاس المية نقطة اللي انت عملهم اقاف قصار او المية وعشرين نقطة او المية وخمسين نقطة اللي انت عملهم اقاف قصار يبقى انت بتتكلم في كام من 32.000 الى 31.000 مثلا و700 تتكلم في 500 تتكلم في 500 الريزق ايه بقى عالي لما الرزق يبقى عالي بقى انت لازم تقلل ايه العقد لكن الرزق هنا انت بتتكلم في 31.800 لو انت اشتريت عند 31.800 لغاية 31.700 31.680 تتكلم في 120 عشان كده تقدر تدخل بكام ب2 دولار 3 دولار في الحساب اللي هو ايه ب50.000 تمام؟ يبقى احنا كده فهمنا ازاي تقدر تعدي التحدي الخاص الشركات اللي انت تنطقي نقطة قوية جدا في داو وتدخل وتشتغل في المخاطرة القليلة ما تدخلش يعني انا مسلا شايفه صاعد دلوقتي تمام؟ ما ينفعش ولا يجوز اللي انا اشتريه عند 32.000 عشان المسلا واحد يقول ايه اه انت قلت ايه اللي انا هشتري لأ كل ما يقترب من 31.000 800 اهو لانه اقترب 707 واحنا ايدين 31.790 انا مفيش 31.799 هنا اعطاك انت 31.751 ولا يوجد كامل شمعة ادنى خلاص انتهى الامر لكن انت هتيجي تشتري لهلي وهو 32.000 32.100 وتقول لي والله ده انا اشتريت عشان هو لا يوجد كامل شمعة ادنى ال 31.097 اه انت شرائق صحيح لكن انت عملت ريسك عالي جدا عايز ادخلك في الرزق القليل علشان تعدي التقييم الخاص باي شركة تمويل في دقيقة ولا دقتين في ساعة في ساعتين فهمت انا اقصد ايه اللي هو زيرو ريسك طبعا ما عندنا نقطة بتقول زيرو ريسك ادخلها تمام بالتوفيق ان شاء الله وتمنى ان يعني نعمل حاجة جيدة في شركة التوميل شكرا جزيلا شكرا جزيلا